مع بقاء تشجينبينغ على رأس السلطة في الصين يصبح أول زعيم للحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي يعاد انتخابه لولاية ثالثة طبعا بعد مؤسس جمهورية الصين الشعبية موتسي تونغ لكن ما جرى خلال المؤتمر السنوي العشرين للحزب الشيوعي الصيني الحاكم الذي عقد في الأسبوع الثالث من أكتوبر كان لافتا إذ حاولت الصين التعتيم على مشاهد طرد الرئيس الصيني السابق هوجينتاو الذي حكم البلاد بين عامي 2003 و2013 فلماذا طرد هوجينتاو من المؤتمر وكيف تم التعاطي معه قبل إخراجه من القاعة كان هوجينتاو يحضر كل جلسات المؤتمر العشرين التي انتدت لسبعة أيام والتي تم فيها أعلان أعضاء اللجنة المركزية الجديدة التي تضمنت مائتين وخمسة مسؤولين في الحزب سلطتهم صورية لا أكثر في اليوم الأخير تم تحديد الأعضاء السبعة لللجنة الدائمة التي تملك وحدها قدرة التأثير على قرارات تشجينبينغ الأسماء نوقشت في الاجتماع السري الأخير قبل دخول الأعلام الرئيس الصيني السابق اعترض على بعضها ظنا منه أن اعتراضه سيؤخذ بالحسبان لكن كانت المفاجأة أن القائمة طبعت ونشرت في الملفات ولم تتضمن ملاحظات جينتاو وتمت دعوة الإعلام الصيني والعالمي لدخول إلى القاع وقد تحديد أن يرفعوا المتحدث ف迄 الأخرى النساء تحتجب أن تتضمن مقيمة فعل الأمر الجنس من لا ترسل حققت تحديد أن تتحدث إذا كانت مستشفق نقود ومطحت سنقود وذلك كان أشعج وأنه كانت تريد أن تشعج Leah وعبت أن تفعل مقيمة خطوة رئيس الصيني تلك بترضي سلفه رغم وجود عدسات الكاميرات المحلية والعالمية تحمل رسالة واضحة وصارمة لقيادي الحزب الذي عرف تماماً تشجينبينغ كيف يصلها لهم وفي أي وقت موسيقى بأنه سي جنبينغ كيف يدخل مع جنبينغ كيف يدخل مع رباك سي جنبينغ كيف يدخل عمو السي جنبينغ كيف يدخل مع موسيقى لم يكن الرئيس السابق هو جينتاو الوحيد الذي اعترض لكن قد يكون من القلة التي اعترضت علنا المعلومات تقول أن اعتراض جينتاو أتى على خلفية كسر قاعدة تعيين خلف الرئيس وذلك باختيار لي شانغ صاحب الأداء الأسوأ بدلا من نائب الرئيس وذلك عكس كل الأعراف وكل التوقعات هناك درانيون على خلفية كما ترانيون على خلفية كما ترانيون على خلفية من نائب الرئيس وفعلنا على خلفية جينتاو الأسوأ